تسبيحة واحدة في هذه الأيام تقول سبحان الله أفضل عند الله من تسبيحة في غيرها من الأيام صدقة خمس دراهم عشر دراهم في هذه الأيام أفضل عند الله من صدقة في غير هذه الأيام لأن هذا موسم الله عز وجل رحيم بعباده لطيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يمنحنا ويهبنا ويعطينا ويهدينا جل وعلا مواسم يزداد فيها إيماننا ويقوى فيها يقيننا وتتم فيها العبادات وتغسل الخطايا والآثام الله عز وجل يعطينا يعطينا يقول هذا موسم اعملوا فيه لذلك من المهم جدا أخي الفاضل أن الإنسان يستثمر هذه الأيام استثمار بحيث يرفعه عند الله سبحانه وتعالى ويخرج من هذه الأيام كيوم ولدته أمه إذا كان الحجاج اللي الله عز وجل وفقهم ويسر لهم الحج هناك لهم هذا الفضل العظيم كذلك غير الحجاج الله عطاهم جل وعلا هذه الأيام الجليلة النافعة فاذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله في السيارة وفي البيت وفي الدوام وفي الشارع وفي كل مكان يعني أظهروا سنة التكبير لله عز وجل يذكروا الله في أيام المعلومات